باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال لأن بلال يؤذن بلال وجاء ذلك في رواية مسلم أنه قال فإنه يؤذن بلال يعني يؤذن قبل تبين الفجر وذلك في الأذان الأول وهو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا من أذان ابن أم مكتوب فليس بينهما أمد إلا قريب وساق بإسناده من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ومن طريق عبيد الله عن القاسم محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنهما أن بلالا كان يؤذن بلال يعني يؤذن قبل تبين الفجر قبل طلوع الفجر وهذا الأذان فائدته تنبيه النائم والقائم تنبيه النائم بأن يستيقظ ليتسحى والقائم ليرجع عن صلاته ويستعد لصيامه بسحور أو نحوه وهو مشروع في السنة كلها وليس فقط في رمضان في أصحي قولي العلماء ويفعل في المسجد الحرام في رمضان وفي غير وكذا في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترجمة نانسي قنقر